من ضمن المشاكل المحيرة جداً اللي وجهتها في حياتي عدد مع الدوش لما حد يطلب يقعد معايا وبعدين نقعد نتكلم وهو متردد عايز يقولي مشكلته ومتردد لأنه خايف يطرح علي اللي جواه وبعد فترة من نص ساعة بندردش مع بعض ولا بنتمشى يعينه اتدمع ويقولي أنا جوايا أفكار كفر بربنا سبحانه وتعالى فأنا أضغط عليه عشان يقولي إيه الأفكار دي ولي بحس أن أنا باشتم ربنا من جوا بتخيل تخيولات مش كويسة هو يبقى فاكر أن الأفكار دي طالعة منه ويبقى هو اللي بيعمل كده والحقيقة أن الصحابة جملة سيدنا النبي قالوا نفس الكلام ده بالزبط سؤال محير يخليك مرعوب أنك عايش كفر بربنا وأنت بشواء وانت مش مدرك يا رسول الله إنه لا يخطر ببالي الشيء في الله يتعاظم أحدنا أن يتكلم به والتاني قال لسيدنا النبي يا رسول الله لا يخطر ببالي الشيء في الله لأن أكون حمماً أتحرق دون أن أتكلم به فقال صلى الله عليه وسلم أما قد وجدتموه هو جه قلنا نعم قال ذاك صريح الإيمان ده الإيمان الصرف الكامل ينهر بيض تنبول لحضرتك جوايا معاني أكني بقول كلام مش كويس على ذات ربنا فين الإيمان هنا وهنا أنا أقف مع أصحابي اللي بيحكوا لي الموضوع ده وأسألوا سؤال إيه المشكلة لما تسمع سبل ربنا جواك فيبصي لي كده ويبعد عني يقول لي نعم ده ربنا أقول له ده أنت ده أنت اللي متدايق ده أنت اللي مستهجن السؤال ده أصلا مني إيه المشكلة لما تسمع سبل ذات الله جواك فأنت ترد عليها تقول لي يا عم ده ربنا هو ده صريح الإيمان اللي سيد النبي بيتكلم عليه اللي جواك دي مش أفكارك تقطع حرتك بالتمييز ما بين أفكارك ووساوس الشيطان أوه هي بيطلع من جوايا أيوة ما هو الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق يعني بيعرف يديك وساوس تحس إنه طلع منك لكن الحقيقة اللي بيقول كده الشيطان اللي قال لربنا زمان فبما أغويتاني أنت السبب في اللي حصل لي الشيطان عنده سوء أدب مع الله أنت بقى أنت نفسك من جوا متدايقة جدا وبتعيط بدل الدموع دم ومكسوف وخايف أنك تبقى كافر كل ده دول أنك أنت بتحب ربنا أوي فاتطمن اتطمن لكنك بالضبط شايف أبوك مشتوم على حيطة فكل لما تشوفها حاس أنك أنت اللي بتشتمه وتبقى عايز تكسر الحيطة دي هون أنت عايز تكسر جواك بالسبب بالفكرة اللي مش كويس ده مش أنت دشتان عايزك تبقى حاسس أنك عايش مغضوب عليك وفي الرواية التانية لما سدنا النبي الراجل قال له يا رسول الله لأن أكون حمماً أتحرق ولأني أتكلم بالموضوع ده فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة يعني الحمد لله إن كلام الشيطان اللي جواك ده أخره إنه وسوس ليك أما أنت بقى من جواك مؤمن محب ربنا سبحانه وتعالى الحل إيه؟ الفارق ما بين وسوس الشيطان وحديث النفس والذكر أي وسوسة للشيطان تطرد بالذكر لكن اللي بيجيله الفكرة دي بتعدي في مراحل الحياتنا على فكرة واللي يجيله ما يلقش خالص خالص عدت بنا كلنا عدت بيا وبتنتهي بس تصبر عليها سيدنا النبي قال فإذا جاءكم فقولوا لا إله إلا الله آمنت بالله لما تجيلك الفكرة دي وتقول شهادة التوحيد وتؤكد بكلام تسمعه من جواك آمنت بالله الشيطان هينصرف وتفضل كده عدد الأيام أو الشهور اللي يفضل يجيلك بنفس الفكرة ساعتها الشيطان هيئس من الموضوع ده وكل ما يجيلك أنت هتستبشر أن ده صريح الإيمان كل ما تتدايق من الفكرة دي تعرف أن أنت ماشي صح وأن أنت إيمانك بيزيد والشيطان مش عارف يخليك ترتكب معاصي معينة فبيضرب فأصل عقدتك فيا أيها الحائر طم نوريح بالك ده مش أنت ده شطان أما أنت اللي جواك ده من الضيق ده اسمه صريح الإيمان في أبشر ترجمة نانسي قنقر